أنا عندي أخت واحدة الله يحفظها إن شاء الله ونحن ثلاث ولد وأخت واحدة زوجت من واحد ولد واحد بين ثلاث بنات يعني ويلد أختي هسا معتهم لا أمام ولا خالات تمرض هو عند أطفال اثنين واحد بالسادة بالتداية واحد هسا السجل بالأول تداية هالحج العام شهر العاشر تاسع عاشريج فاجبنا على موضوع له لحتى توصلكم الفكرة مرة صار مرة بلا مع اسمه كرونز فمن يروحوا يا من ما عنده أنا رحتوا يقول لي بقينا 17 يوم من ضمن إحنا قاعدين بمستشفى اسمها أرتمس فأنا قاعدة بمستشفى ما لعلاقة به هو حدق ما يدوس هيجو ما يقبلوا ما لعلاقة عني بس اسميا ما بالغرفة تخلى روحة في حاص في حاص الضاري قال نقدر نسوي لك عملية وويتيو وسألك خلص خلوها بس من أقرر أرجع للعراق أسويها قبل يوم لأن أبقى داري نسيبي حارث أبو حمز المهم تقررنا نرجع قالوا يسوي كيمياء ورجعنا فهاي العالم ما تدري بها هاي القصص اللي أمر بها كله المهم رجعنا للعراق على ساتي ضرب بيولوجيا من قبل هناك يضرب قرر هنا هاي شي سموه هي هاي الكرياة دم البيض تهاجم لما المهم مرة أشهر احنا على نتناوب على نسيبي فيوم الأيام هو بال بالمستشفى فالمهم خابرتني أختي تقول الحق لي خلص الموضوع يعني خرج عن السيطرة رئاتها وقفتهم فخذت أمي وأخوي أخواني اثنين لا أخوي واحدين كان موجود يمها وأخذت أمي وأخوي وطلعنا لبغضان راحتاني قبل على بيت لتأخذ جهالة عذبهم بالكاظر يعني واحدي راح يدعي فأنا هناك بالبيت تصل بي أخوي توفى فأنا هلا أخت وأطفال من ذاك اليوم إذا هذا اليوم حتى قبل لا يتوفى نحن مسؤولين على أختي هي بقت هنا لأنه هي الوض فبقت قد ما أعوف يعني أم رجلها هي هالوض وفقد داعه وفم ما أرجع يمكم أبقى هنا يمها هي هالأمها والبيت وعدها هي والد اثنين أختي فبقت يمهم فإحنا بقينا على تواصل يعني ما يعدي سبوع إذا ثلاث مرات يومهم مرتين ورخوا ونرجع فحسسنا أنه إحنا موجودين فأنا القصص اللي جدا مؤلمة بالنسبة لي وما ذكرتها بالسوشال ميديا لأنه ما أدهور ها تعالي قلولي أنا من أتمرض ما أقول ما أحبب واحد يجي يقول لي ها الحمد للع السلام خو ما أبقشي إن شاء الله هاي النقطة ما تعرفوها ما أحب أحد يجي يقول لي ها ما أبقشي إذا تمرض يرباكم أحشي ما أحد يقول رح تسويت عملية ما نبله أنت أنت عارفين ما أحد يدري خافرت أبوي قلت لها بخاف أموت ترى حارت ما العلاق أنا طاب للعمليات لا تقول لأحد طبيت ما طلعت يلا قلت لهم ما أحب واحد يستعطفني خطيئة ما أدريش ومسكين فنرجع الموضوع الأول أنه اهتم بعائلتك حتى من تفقد يعني حسسنا إحنا موجودين عرفت أنه أدى أخوان ظهر يعني أنت هسترد تعتزل على مد تبقى بعائلتك لا 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 بس أنا ما أطلع كوفيات ما أطلع أيضا ارتاح يعني ظهري من تعتقد أنه السوشال ميديا ما تخلي أحد يعيش حياته اي مو ذي سوشال ميديا خاصة شوفوا ما هانت أبدا ولا مرة بالشارع والله ما سمعتلي كلمة موزين الناس كل اللي يشتحبني لا بسيطرات لا بمكانات يأكم مشكلة عني من هالفلوس يا أخي ما يأخذون ما يأخذون وين ما طب ماك يما عودت تعارك ودا روح محافلة ثانية شون أخليهم بيأخذون فلوس بس أنا تعبت يعني من 2012 إلى الآن يعني الموضوع متعب مهلك